اسمي الزاوية عزدين انا من قناة ابطال الرياضيات مرحبا بالبطل المجتهد ومرحبا بالبطل المجتهد مرحبا بالسيدات والسادة المشاهدين الكرام مرحبا بكم جميعا في قناة ابطال الرياضيات سنرى في حصة اليوم من دوس الرياضيات تحت عنوان القوى وبالضبط قوة خارج عددين X و Y X X Y X X X X X X Y X X X X يعني ينتمياني إلى مجموعة R من ضمنهم جذور المربعة و Y يجب أن يكون غير منعدي لماذا؟ لأن في المقام دائما يجب أن يكون العدد غير منعدي لأنه لا يمكن قسمة أي عدد في البسط على عدد في المقام يساوي صفر لذلك Y يجب أن يكون غير منعدي إذا كان عندنا XSN على YSN فالقاعدة تقول بأن ممكن أن نكتب X على Y لكل SN إذن ممكن أن ننتقل من هذه الكتابة إلى هذه الكتابة وممكن أن ننتقل من هذه الكتابة إلى هذه الكتابة حسب مستطلبات الحساب سنرى مثالا على ذلك 5 على 7 لكل S5 ننطلق من هذا الشق من القاعدة حتى نبين بأن القاعدة صحيحة وكيف ما حسبنا فنصلنا إلى نفس النتيجة 5 على 7 لكل S5 تساوي يعني 5 مرات من العوامل 5 على 7 5 على 7 في 5 على 7 في 5 على 7 في 5 على 7 5 مرات من العوامل 5 مرات من العوامل 5 مرات من العوامل 5 في 5 مرات من العوامل تساوي 5 S5 وفي البسط أعفون في البسط عندنا 5 في 5 5 مرات من العوامل 5 مرات من العوامل 5 وفي المقام عندنا 7 في 7 في 7 في 7 يعني تساوي 7 S5 إذن إن طلقنا من هذا الشق من القاعدة X على Y كل S2 أي 5 على 7 لكل S5 فوجدناه فحسبنا فوجدناه يساوي 5 S5 على 7 S5 يعني هذا الشق من القاعدة بمعنى 5 على 7 لكل S5 يساوي 5 S5 على 7 S5 إذن المستطابقة هذه القاعدة صحيحة وبالحساب كذلك إحنا طبقناها للقاعدة فوجدناها صحيحة إذن ممكن أن نحسب بهذا الشكل وممكن أن نحسب بالشكل الثاني إلا هنا سيدتي وسادتي تنتهي هذه الحصة شكرا لكم على حسن الانتباه والمشاهدة شاركوا معي في قناة أبطال الرياضيات حتى يصلكم الجديد والأفضل باستمرار إلى اللقاء والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر